حضرتك كنت حريصة جداً إن لما تيجي تشتري حاجة أو تتفرجي على حاجة أو تحطي استثمار في حاجة يكون في العاصمة الإدارية الجديدة حابب أعرف أنت بقى حضرتك كفنانة وفنانة لها رؤية وتوجه في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة الاقتصادية اللي شريتها مصر خلال 9 سنوات اللي فاته بص إحنا الرئيس كان بيشتغل برؤية مستقبلية في ناس مش قادرة تفهم وتقدر أهمية اللي تعمل إحنا محتاجين نسحب الضغط بتاع القاهرة ونوجد عاصمة جديدة فأوجدنا عاصمة على مستوى عالمي بكل التكنولوجي نقلناها بشكل إنك تقدر تخش مكتبك أو بيتك كأنك عايش في اليابان لأن اليابان قد تكون هي أكتر حد بيهتم بالتكنولوجي في البيوت وفي المكاتب أنا عارفة إنه حيتبقى من هنا الخمس سنين فل ما شاء الله ومدينة مسكون أنا عندي شركة صغيرة النبي أرجع تاني أنشطها وأفتحها لأنه أنا عملالها سيزين يعني وقفتها فعايزة أرجع أمارس النشاط فما لقيتش أحسن من العاصمة الإدارية وطالما مول إن شاء الله حيوفر لي المكتب اللي أنا بحلم به